كشفت مصادر خاصة إن الكادر الفني لمنتخب العراق عقيدة جلسة خاصة مع لاعب ماشيستر ميناتد تحت 21 عام زيدان قبال على خلفية الأزمة التي حدثت عقب نهاية مباراة الإمارات والعراق والتي انتهت بفوز إسود رافدين بهدف نظيف ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وقالت المصادر إن مدرب المنتخب العراقي عبدالغني شهد تحدث للاعب زيدان قبال عن المسببات وراء وضعه خارج التشكيل الأساسية لاحتياطية في مواجهة المنتخب الإماراتي لكونها احتاجت نوعية خاصة من اللاعبين وتحديدا البحث عن عناصر الخبرة سيما أنها الفرصة الأخيرة في تجديد أمل المنافسة على البطاقة الثالثة في المجموعة الآسيوية الأولى وأضافت المصادر إن عبدالغني شهد طمن لاعب ماشيستر ميناتد تحت سن 21 عام بأنه منصر مهم في قائمة المنتخب الوطني ويشكل مستقبل الكرة العراقية وهو معجب بموهبته وكفاءته الفنية ولم يكن الاستبعاد إلا لضرورة فنية بحثة تتعلق بلقاء الإمارات فقط وأشارت المصادر ذاتها إلى أن زيدان قبال أثناء على كلام المدرب بعد جلسة تبادل الآراء بين الطرفين وأبدأ تفهمه لوجهة النظر الفنية وأعلن البقاء والاستمرار مع البعثة العراقية لملاقات سوريا في دبي يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس آذار في ختام مباريات دور المجموعة للتصفيات المونديالية وكان زيدان قبال قد طلب مغادرة المنتخب العراقي بعد وضعه خارج حسابات مباراة الإمارات وتواصل والد اللاعب مع عدارة المنتخب وأعرب لهم عن انزعاجه جراء ذلك وطلب منهم السماح له بمغادرة بعثة المنتخب والعودة إلى مدينة مانشستر الإنجليزية حيث تقيم عائلته ولكن نجح رئيس الاتحاد العراق للكرة القدم عدنان درجال في ثني اللاعب عن قراره وحل سوء الفهم الذي حدث بين الكادر الفني واللاعب يعني أردفته من الخبر أبراهيم بايش لو سعد عبد الأمير أشو سعد عبد الأمير صال لثث سنين تارك المنتخب وابراهيم بايش في لعبة الإمارات عند 12 تمرير كلها خطأ هناك عادة في المنتخب الأرجنتيني وهي في حال انضمام لاعب جديد للمنتخب وقبل العشاء الأول في معسكر المنتخب يقف على كرسي ويبدأ بالغناء من أجل كسر الرهبة والدخول في أجواء المنتخب زميل زيدان قبال لخاند روجار ناتشو فعل ذلك بعد أن اختار منتخب الأرجنتين على حساب منتخب إسبانيا الجمهور الأرجنتيني طارب المدرب سكالوني بزجه في مباراة فنزاولا ومن ثم أمام الكوادور خاصة بعد تاهل الأرجنتين من أجل عدم عودته للمنتخب الإسباني في حال لم يخذ دقائق لعب أقل من 180 دقيقة خليشوفون الكادر الفني للمنتخب العراقي زيدان قبال وجماعة تكونهم مواهب لازم يلخل أساسي ويخوض مباراة كاملة زيدان قبال لاعب مهاري ويراوق ينطبع صارت للعمق إن شاء الله ينزل في مباراة سوريا أساسي اشترك بالقناة فاحل الجرس شارك المقطع لأصدقاء ليصلكم كل جديد كاما معكم أنس في عمال الله ننتقل بالنسبة جديد